موسيقى يلا راشد وخليد مستمعين الكرام نرحب بكم باجمل ترحيب في الانطلاقة الجديدة وهي الانطلاقة الرابعة عشرة للاشوات الصباحية لثالث ايام مهرجان راس الخيم الختامي لسباقات الهجن العربية الاصيلة وايضا باسم جميع المشاركين نتقدم بالشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الرئيس الدولة حفظه الله ورعاه ولسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاف الله وهنا في راس الخيمة التحية نهديها الى سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم راس الخيمة حفظه الله ولي ولي عهده الامين سمو شيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي على هذا الدعم الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة وإقامة المهرجانات الخاصة بالتراث وبالعادات وبالتقاليد في هذه اللحظات كما نشاهد عبر شاشة الواحة التراثية وعبر ما نستمع عليه عبر إذاعة راس الخيمة انطلق شوط جديد وهو شوط متميز وأيضا شعاراته متميزة الشوط الرابع عشر أحيل الميكروفون للزميل متعب الشمري ليتواصل معكم مع الوصف التفصيلي لهذا الشوط بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين متابعين الكرام نجدد التواصل بكم والترحيب دائما بانطلاقة شواط الخير والبركة وانطلق قبل قليل وعلى بركة الله تعالى دائما شوطنا الرابع عشر والمخصص الأبكار مهجنات الأصائل لسن اللقاية والمسافة خمسة كيلو مترات مقررة من اللجن عليا المنظمة لهذا الميدان نبدأ مع الصدارة ومع القيادة في المركز الأول متواجد الرباء على السيد محمد بن الشيبة بن صالح المزروعي على مقدمة الشوط والمركز الثاني مباشرة متواجد صوغة لسيد سعيد بن سهيل بن هاشل العامري على المركز الثاني والمركز الثالث متواجد روحة للسيد سلطان بن احمد بن سالم العمري على المركز الثالث والمركز الرابع الشاهنية لسيد علي بن مصبح بن ساري الكتيبي متواهد على المركز الرابع والمركز الخامس وصول نجدة للسيد أحمد بن سيف الزفيه المحيري والمركز السادس متواهد في هذه اللحظات المركز السادس الوالي للسيد خليف بن سعيد بن عاضد المحيري على المركز السادس والمركز السابع يا سلام وصول في هذه اللحظات على المركز السابع متواهد أحمد السيد سالم بن عبيد بن مبارك ال neiكتبي على المركز السابع والمركز الثامن وصول في هذه اللحظات متوادع المركز السابع أفعال السيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الثامن والمركز التاسع من الجانب الآخر متوادع في هذه اللحظات متوادع المركز التاسع نوادر لسيد سالم بن مهير بن سعيد الاكتبي والمركز العاشر من الجانب الآخر متوادى وأختم بها النداء المركز العاشر والتي تحمل رقم 140 140 رقمها سالم بن محمد بن سريم العفاري على المركز العاشر وأختم به هذا النداء هذه هي النتيجة مشاهدين متابعين الكرام لمجريات هذا الشوط وهذا التحدي الجميل بين هذه الأسماء أعود إلى الصدارة أعود والعود أحمد دائما على كل شيء أشوف التغيير اللي جرى وسيطرت صوغة على المركز الأول السيد سعيد بن هاشل العام ليسيطر مع صوغة على قيادة الشوط وعلى المركز الأول والمركز الثاني أشوف الوصول في هذه اللحظات على المركز الثاني الرباعة متواجدة على المركز الثاني يسلوم يسلوم أشوف الوصول في هذه اللحظات أرصد ليمصور المركز الثاني واللي تحمل رقم 32 وصول في هذه اللحظات سرابل السيد محمد بن سالم بن خديم الشبل الله يسلام يغير ويسيطر على قيادة الشوط والمركز الثاني متواجدة في هذه اللحظات على المركز الثاني متواجدة في عهل السيد عامر بن محمد بن زايد المنصور يسل على المركز الثاني والمركز الثالث وصول في هذه اللحظات هملولا للسيد سالم بن عبيد بن مباركة الاكتبية سلوم تبارك الله والمركز الرابع الرباعة للسيد محمد بن الشيء بن صالح المجروعي والمركز الخامس وصول في هذه اللحظات مشاهدين ومتابعين الكرام شكرا للسيد الحمد بن عبدالله بن اشطيط لو هيب يا ذا الندال أول يا ذا الشعار أعود للمركز الأول أعود إلى القيادة يا سلام يا سلام شوف التغيير الشاهنية واصل يسير مصبح بالسيف بين مصبح الكبالي واصع المركز الأول والمركز الثاني وصول هملولا هملولا سيد سالم بن عبيد بن مبارك تعدى لوعة الكيلومتر حرك يلي بتحرك روح يلي بتروح من ياب الناموس شد الهمة المركز الأول مع هملولا مع هملولا سيد سالم بن عبيد بن مبارك الأكتبي الله الله أوصلت نجوم نجوم تاب النجم في هذه اللحظات لسيد سالم بن نايع بن سالم القفولي مع نجوم يا سلام الله سلام 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 لسيد سالم بن نايع بن سالم القفولي على فوز نجوم في المركز في المركز الأول انت زاعة نقطة هذا الشوط المركز الثاني حملولا لسن سالم بن عبيد مبارك الاكتبي والمركز الثالث المركز الثالث وصول الصابر السيد علي بن سعيد بن علي الزرعي والمركز الرابع المركز الرابع وصول صوغة السيد سعيد بن سهيل بن هاشي العامري والمركز الخامس المركز الخامس كان الشهاني لسيد مصبح بن سيف بن مصبح الكبالي هذه النتيجة مشاهدينا التهني وانا موسل السيد سالم بن نايع بن سالم القفولي على فوز نجوم في المركز الاول وانتزاع انقطة الشوط وذهبت السلامات الى ميدان اللبسة وينما يسكن السيد سالم بن نايع بن سالم الاغفولي على فوز النجوم التهني والناموس ولجميع الفائزين في المراكز الأولى احيان المكرف واللزميل محمد غان المصطفى في هذه اللحظات موسيقى الكرام مشاهدينا العزاء التوقيت الزمني لنجوم اللي فازت بالشوط الرابع عشر لسالم بن نايع بن سالم لغفولي سبع دقايق وثمان وثلاثين وسبع أجزاء من الثانية إذن عشنا سوي لحظات جميلة مع الشوط الرابع عشر والآن نعود باستيديوهات الرئيسية وبعد ذلك لنعود مع الشوط الخامس عشر كونوا معنا عبر هذا النقل المباشر لمهرجان راس الخيم الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة